أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية أعلن المهندس جمال عبدالعزيز العلوي الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات عن أحدث إحصائيات المجلس للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023 وسجلت نسبة المناقصات المطروحة ارتفاعا في النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 88.14% من إجمال عدد المناقصات المطروحة كما سجلت المناقصات المحدودة خفاضا إيجابيا لتصل إلى ما نسبته 10.20% من إجمال عدد المناقصات وانخفضت نسبة المناقصات المطروحة بأسلوب التعاقد المباشر بصورة إيجابية من 14.13% في النصف الأول من العام 2022 لتبلغ 1.15% خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2023 كما حافظ المجلس على مؤشر سرعة استجابته للطلبات الواردة إليه بالرد على 93.13% من الطلبات على الرغم من زيادة عدد الطلبات الواردة للمجلس بنسبة 25% ألنت أركبيتا شركة العالمية للاستثمارات البديلة عن استحواذها على مجموعة داتا فلو وهي شركة عالمية رائدة متخصصة في تقديم خدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد في صفقة مع شركة EQT Private Equity وذكرت أركبيتا أن الاستحواذ الأحدث لها يشكل محطة بارزة أخرى في تعزيز استراتيجية النمو التي تعمل على تنفيذها بعد استحواذها على خمسة استثمارات مباشرة وثمانية استثمارات إضافية في قطاع الخدمات التجارية على مدى السنوات الخمسة الأخيرة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية ودول مجلس التعاون الخليجي والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية اشتركوا في القناة تعد الأسواق المالية الخليجية من بين أهم وأنشط الأسواق المالية والاقتصادية في العالم ويعتبر فهم أداء أسواق الخليج وتوقعاتها مسألة بالغة الأهمية للمستثمرين والمحللين الذين يسعون للاستفادة من الفرص والتحديات المتاحة في هذه الأسواق وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسر ناني ينضم معنا عبر الهاتف من إمارة دبي الأستاذ مازن سلهب كبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بي دي سويز مرحبا بك في النشرة الاقتصادية كيف يمكن وصف أداء الأسواق الخليجية خلال الشهر الماضي وما هي التوقعات لأداء هذه الأسواق في الشهر الجديد أهلا وسهلا بكم شكرا على الاستضافة اليوم طبعا بأن استقرار ربما أسعار النفط وقاسب النفط بأكثر من 5% تقريبا في الشهر الماضي هي التي جعلت من المؤشر الأسهم السعودية يكسب بشكل أو بآخر ولكن من الواضح أن أيضا تراجع أسعار الغاز الطبيعي مثلا في دولة مثل قطر التي تعتمد على صادرات الغاز الطبيعي هو الذي أثر سلبا أعتقد تراجع مؤشر القطري في الشهر الماضي إلى 6% هذا بشكل أو بآخر طبعا هناك التحديات القصيرة للأجل ممكن نقول بأنه ربما بقاء الأسعار الفائدة المرتفعة لأن هذه العملات والاقتصادية الخليجية مرتبطة بالدولار وكلما رفع الفائدة السدران الأمريكي تقوم أدنك المحلية في السعودية والإمارات والبحرين وجميع الدول الخليجية في رفع الفائدة استقرار الفائدة المرتفعة هذا أعتقد يضغط بشكل وبآخر على الاقتصادات بشكل عام ولكن أعتقد بأنه من الناحية المالية ما تزال هذه الاقتصاديات يتمتع بموقف جدا ممتاز قياس المتقلية الاقتصاديات عالميا وطالما أن استقرار أسعار النفط عند هذه المستوى تفوق 80 جدر فأعتقد بأنه أعتقد بأنه التراجع اللي صار في الشهر الماضي ربما يقوم مؤقتا لأنه أصلا مرتبط بعوامل موسمية وبالتالي أعتقد بأنه الترابط مع المؤشرات الأمريكية سوف يكون موجود ومن الواضح أن هذه المؤشرات هناك المزيد من المكاسب التي تحققها هذه المؤشرات كان من ناحية أساسية وكان من ناحية أعتقد بأنه أسعار الفائدة قد تدأ بالتراجع تدريجيا هذا يعني المؤشرات مزيدا من السخم في الردع الأخير من 2014 ما زلنا سالها بكبير استراتيجي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيدي سويس شكرا جزيلا لك والآن نترككم مع أسعار صرف الدنار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر